بعد أربع سنوات من فقدانها السيطرة عليه القوات الحكومية ترفع العالم السوري فوق معبر القنيطرة المتاخم للجولان المحتل وإثر رفع العالم وإنهاء وجود المسلحين أفاد المرصد السوري بانتشار عناصر من الشرطة المدنية قرب المعبر وفي مدينة القنيطرة الواقعتين في المنطقة العازلة من هضة الجولان ووفقا للمرصد أيضا فإن القوات السورية أصبحت قاب قوسين أو أدنى من السيطرة على كامل الخط الحدودي مع هضة الجولان المحتلة بعدما استعادت الجزء الأكبر من محافظة القنيطرة إثر عملية عسكرية تخللها اتفاقات تسوية أبرمتها روسيا مع الفصائل المسلحة والتي خرج بموجبها مئات المسلحين والمدنيين إلى محافظة إدلب في شمال غرب البلاد المرصد ذكر أنه لا تزال هناك عدة بلدات وقرى تحت سيطرة المعارضة المسلحة في محافظة القنيطرة يجري العمل على إبرام اتفاقات تسوية بشأنها كما أشار المرصد إلى المعارك التي تدور رحاها في جيب صغير يقع في جنوب غرب محافظة درعة حيث يسيطر عليه ما يسمى بجيش خالد بن الوليد التابع لتنظيم داعش والذي يتعرض لعمليات قصف متواصل من القوات السورية بدعم روسي وبينما تتواصل العمليات العسكرية في الجنوب الغربي السوري القريب من الحدود مع الأردن وإسرائيل تتهم تل أبيب حكومة دمشق بانتهاك اتفاق فضل اشتباك الموقع عام 1974 والذي قضى بنزع السلاح عن أغلب هضبة الجولان التي احتلتها إسرائيل عام 1967 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة